نحن هنا في بلدة كفر حمام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذه البلدة هي أحدى قرى العرقوب تعرضت فجرا لغارة إسرائيلية استهدفت مبنى مؤلفا من ثلاث طوابق هذا هو المبنى الذي سوته الغارة الإسرائيلية بالأرض وواضح حجم الكبير للأضرار التي وقعت بهذا المبنى ومن بينها ألواح الطاقة الشمسية هذه الألواح التي كان يعتقد لبنانيون ومن بينهم أهالي الجنوب أنها ستأتي إليهم بحل تعوضي عن مشاكل الكهرباء المسمنة ولكن هذه الألواح تعرضت في معظم قرى الجنوب الحدودية إلى أضرار كبيرة وكثيفة تأتي هذه الغارة في ظل تصعيد نوعي تشهده البلدات الحدودية الجنوبية حيث تواضب قوات الاحتلال الإسرائيلي على الغارات سواء بالطيران الحربي أم بالمسيرات أم بالقصف المدفعي وتستهدف قادة وعناصر في حزب الله وحلفاء له هذا التصعيد النوعي أيضا قابله حزب الله بتوسيع الرقعة الجغرافية لعمليات الرد التي يقوم بها على الاعتداءات الإسرائيلية حيث يستهدف مستعمرات لم يكن يستهدفها في السابق اللافت في الساعات الأخيرة أن حزب الله وزع فيديو جديدا لما عاد به الهدهد كما قال وفي هذا الفيديو يظهر قاعدة جوية إسرائيلية هي القاعدة الجوية الأساسية في الشمال ولعلها المرة الأولى كما تقول مصادر ميدانية مطلعة على موقف حزب الله لعلها المرة الأولى التي يخترق المجال الجوي لهذه القاعدة قاعدة رامات دافيد ويؤكد حزب الله من خلال المشاهد التي بثها أنه قادر على استهداف هذه القاعدة ولديه إحداثياتها رغم أنها تقع على بعد أربعين كيلو مترا من الحدود مع جنوب لبنان هذه القاعدة التي نشر صورها حزب الله تأتي في توقيت يؤكد حزب الله أنه حساس لأنه مع قبيلة الكلمة التي سيلقيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو أمام الكونغرس وحيث سيتناول فيها الأوضاع في غزة وفي جنوب لبنان لذلك يشكل هذا الفيديو رسالة واضحة من حزب الله إشارة أيضا إلى أن الساعات المقبلة ستشهد إحاطتين في مجلس الأمن الدولي من مسؤولين كبيرين في الأمم المتحدة حول القرار 17-01 هاتان الإحاطتين ستشددان على الوضع الخطر في جنوب لبنان في هذه المنطقة التي نحن موجودون فيها وستشددان أيضا على ضرورة إعادة تفعيل القرار 17-01 هذا القرار الذي تم التوصل إليه إثر حرب تموز 2006 وأدى إلى استقرار ربما يوصف بأنه كان هشا على الحدود ولكنه كان استقرارا فريدا من نوعه طيلة السنوات الماضية لذا المرحلة الحالية هي مرحلة سباق بين التصعيد الذي نشهد نتائجه هنا وبين إعادة العمل على تفعيل القرار 17-01 بالتزامن مع ترقب أوضاع غزة التي تبقى أوضاع الجنوب مرتبطة بها كلودي أبي حنى قناة الغد من كفر حمام جنوب لبنان